طب خليني أسألك هل ممكن نشوف مثلاً فيتوريا بيستعين بحد من الشباب على فكرة فيتوريا كان على اتصال بنا دايماً كل يوم وكان بيقولها المتفرج وده الأمل الشباب لأن دوت الفرقة ديت اللي هي 2003 بعد أربع سنين وما يلعبه كس العالم فهو كان بيتكلم في الحتة دي وكان على طول لايف معنا بالفيديو وكان بيحفز اللعيبة وبصراحة كانت اللعيبة على قد المسئولية وكان برضو العامل دكتور أشرف صبحي كان بيتصب بنا باستمرار اتحاد الكورة كان على طول متواجد معنا على طول يعني كل الأطراف كانت دعاية مليك بصراحة يعني احنا متوقعناش الدعم الكبير جداً من الدولة ومن مدرب منتخب مصر الكبير ليه وما كانش فيه الدعم ده قبل كده مش باكانش موجود بس مش بالقدر اللي كان موجود اللي احنا شوفنا ده حتى هنا ما كنا البطولة العربية في مصر ما كانش الدعم كبير جداً بالنسبة اللي احنا كنا نشوفنا ده ممكن يكون عشان احنا كمان وصلنا المرحلة ان احنا فعلاً في أمس الحاجة ان احنا نتطمن على اللي جاي من خلال ان احنا نتطمن على الجيل اللي مع حضرتك يعني انت بحكم يعني قربك منهم ومتابعتك ليهم الى اي درجة حضرتك متطمن على خامات اللعيبة دي يعني هل ممكن نشوف المستقبل القريب طفارات يعني لعيبة استثنائية انت شايف شغلهم من اول ومن الوقت والله يا كريم بص حضرتك انا عايز اقولك ان اللعيبة دي يعني عندنا لعيب رقفة خليد بلعب في نادي الاهلي بكشمال رائع رائع جداً موليد 2004 واصغر من 2003 اللي عندنا خد جايزة احسن لعب في المباراة مرتين وانا متوقع لي ان هو اما يرجع يعني اما رجعنا هيرعب مع الدرجة الاولى هيبقى هايل جداً يعني عندنا صلاح باشا اللي هو احرز الهدف في السعوداء دا بلعب في الدونيزي لعيب هايل وكان بلعب في نادي الاهلي لعيب هايل جداً عندنا عمر فايد بلعب في المولين ولد ما شاء الله طويل لعيب كويس جديد اللي اهضر ضربة الجزاء في القائم يعني عندنا لعيبها كويس عندنا ماجدهاني لعب العصرال والزيمالك لعب هايل جداً ومقيد وإحرزة المرمة تحديداً وإحرزة المرمة معي احمد نادر أخد احسن حرص في البطولة كان بلعب في نادر زمالك وابن الحرس الكبير طبعا نادر السيد بلعب دلاتي في البرتغال من الحراس اللي هي أنا بدأت معها ما كانش على المستوى الكويس يعني ابتدى بس هو فيه فيه ميزة الولد ان هو بيسمع الكلام بيطور من نفسه اللي بتقل وبيتعمل ده مهم جدا بالنسبة انا كمدرب حراس مرمى او مدرب الفريق لما بلاقي ولد بيسمع الكلام وبيتطور يبقى تعرف ان هو يبقى حرس مرمى جيد او لعب كويس فده من نوعية اللعبة وعندي كمان كريم احمد نبيل بلعب في فارقو وعندي محمد عادل خليفة بلعب في البيتروجيات عندي ثلاث حراس هايلين جدا كويسين جدا وانا سعيد جدا ان احمد نادر خد احسن حرس في البطولة وكانوا بيسنوا عليه جدا في البطولة كلهم كانوا بيجوا يتكلموا معي منتخب العراق ومنتخب الاردن كان ممثل الفيفا كان قاعد معي من بيلاروس كان بيتكلم عليه كويس جدا وقالي من الولد دوت احتمالي يكون هو ياخد احسن حرس يبتبا حجات في الجينز ولا ايه يعني عندك برضو يعني احمد نادر السيد وعندك مصطفى شبير يعني مع ان دول بيبوا اكتر ناس بيتظلموا على فكرة في الاول الناس يقول لك انت جايبهم عشان ولاد كابتن فلان كابتن فلان مع ان ممكن يكون عندهم موهبة هو مش زنب ان هو ابن كابتن فلان على فكرة يعني لا بص حضرتك الموضوع ده موجود جدا في مصر هنا انما الولاد دولت بيثبتوا ان هم كويسين زي مصطفى شبير يعني ما تاخدش ان والده تم والده كان حالس مرمى كبير برضو احنا برضو مش عايزين نظم الولد لان الولد لما وصل للدرجة الاولى كان وصل برضو ان هو حالس مرمى كويس ما حادش بيوصل للنادي الاهلي او ولما خد فرصة اثبت نفسه بشهادة الجميع طبعا وحالس مرمى جاد انا مرنته على فكرة في الناشئين في النادي الاهلي وكان من الحراس المرمى المتميزين جدا في قطاع الناشئين وكاني الاولواء اللي اطلع درجة اقول لها ان حالس مرمى جيد ما فيش مشكلة خالص نفس الكلام احمد نادر السيد ابن نادر السيد طبعا حالس مرمى جيد جدا ووالده طبعا كان حالس مرمى متخب مصر طبعا ما فيش كلام مش عايزين نحط دي معادي لان لازم تجيه المستوى اصلابا يتفعوا ثمن اسمهم بالكامل يعني اي واحد منهم لما بتقال بس اسمه السلاسي يقول لك اه يا عم ما طبعا ما ولازم ما هو عشان اللي بتكلم دوت ابنه راح النادي الاهلي او راح الاختبارات ومشي فيقول لك ايه ده واغدين ابن كذا عشان يبتبق معزم الوقت كده فعلا بالضبط وده بعيد خالص عن الحقيقة بس احنا بتيالي في مصر هل احنا عندنا ندرة في حراس المرمى الجيدين في الاعمار المختلفة يعني هل بتلاقي عندك عدد كافي من حراس المرمى الواعدين بنفس كامل اللعيبة الحريفة بس يا كريم في مشكلة في مشكلة ان عندك خامات كويسة جدا وحراس المرمى جايدين جدا وانا شفتهم بعنايا انما المشكلة كلها التدريب هو اللي يخليك تبقى كويس وعدد المشاركة في المباريات بالضبط كده بالضبط كده انما مثلا ما تلاقي ناشئ صغير بيتمرن غلط انت يعني هتحد منه ايه وهو اصلا ولد كويس بالفترة كويس انما بيجيله بسا مدرب ما عندوش الخبرة او ما عندوش ان هو يطوره او يدي له كمية التدريب المناسبة بالنسبة لسنه ده مش موجود كتير جدا مش موجودين وفيه ناس بتعملها انما فيه كواليتي كويس جدا انما هي كواليتي التدريب مش كويس دي اللي بتطور ما تطورش جالينا اشتركوا في القناة